تسعة روبوتات مزودة بالذكاء الاصطناعي التوليدي ظهرت في منتدى AI for Good أو الذكاء الاصطناعي من أجل المنفع الاجتماعي والتابع للأمم المتحدة في جنب جلست الروبوتات في أول مؤتمر صحفي للروبوتات الشبيهة بالبشر في العالم وقالت إنها تتوقع زيادة عددها والمساعدة في حل المشكلات والتحديات العالمية مثل مكفحة المرض والجوع وأكدت أنها لن تسرق وظائف البشر أو تتمرد علينا الروبوت آيدا المعروفة برسم اللوحات الفنية قالت إنها تتفق مع قواعد تنظيمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي بينما قالت الروبوت سوفيا إن الروبوتات يمكن أن تحكم العالم بكفاءة أكثر من البشر مصممين يستبدلون تخوف شكلها يخوف أصلا لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر